يعني الكيس اللي ما بعتلنا النهاردة دي مختلفة شوية عن الكيسز اللي موجودة بشكل أكبر بتاعت إنه شخص يعني سلوكه مش مظبوط قوي أو يعني بيتعامل مع أهله بطريقة ما فيهاش أدب أو ما فيهاش احترام قوي الكيس دي لأ دي كيس يعني بتدل إنه هذا الشخص عنده حاجة اسمها اتراب شخصية أوكي يعني اتراب شخصية حقولك هو في الطب النفسي فيه أنواع مختلفة من الأمراض النفسية حاجة من الأنواع دي حاجة اسمها اترابات شخصية ففيه أنواع مختلفة من اترابات الشخصية اللي عند الولد ده غالبا بناء على اللي مكتوب في الرسالة حاجة اسمها اتراب الشخصية المعادية للمجتمع لو هنترجمها يعني حرفين أو بيحب يبقى انتروفرت أو قفل على نفسه يعني لا هو من السمات بتاعت الشخصية دي العدوانية التصرفات اللي فيها اجراشن أو يعني ممكن يقلل أدبوا على حد ممكن يتعد على الآخرين مش مش دي أي حد لو حد يدايقوا ممكن يعمل كده لا مش أي حد يعني لو أي حد بدرسيتهم قوية مثلا يسارة هيرد يعني لو ديقتي حد هيرد عليك لو ديقت حد يعني لو حد ديق شخص بيريسبوند ما أنا عايز عارف الناس هي اللي بتبتدي يعني المدرسة كلها هو بيضربهم من غير ما حد يدايقوا في شخصيات كده بيبقى يعني غالبا الشخص اللي بيبقى لما بيكبر عنده التراب الشخصية ده بيبقى من هو صغير عنده بوادر وساعات بيتشخص من هو صغير انه عنده حاجة اسمها Conduct Disorder أو التراب سلوك بيعمل ايه؟ اللي موصوف في الرسالة كده بيضرب صحابه بيسرق بيعمل تصرفات وهو طفل يقدر يعمل كده؟ اه اه بيتعامل مع اهله بشكل عدواني بيضرب اخواته في البيت بياخد حاجات مش من حقه بيعمل سلوكيات فيها يعني بيعمل كلاشز كتير مع الناس الحواليه من غير ما يحس بنادم من غير ما يحس بوازع من تقنيب الضمير انه انا ايه لانا عملته ده انا زعلت ماما انا زعلين ان انا بابا زعلين مني ما بيبقاش عنده المشكلة دي خالص طب وليه لما يلاقي حد مثلا حياته ماشية كويس يبعايزي بوظهاله يعني يقول له اخته انا هطلقك منه في كده؟ ما هو ده نوع من انواع العدوانية يعني انه بيبقى عايزي يوجع على الاخرين عايزي يعني يخليوا مش مرتاحين زي ماهو مش مرتاح بالزبط زي ماهو عايزي يأذيو خلاص